استقبل مطار العريش الدولي اليوم طائرة مساعدة إماراتية لدعم الفلسطينيين في قطاع غزة وقال مصدر مسؤول بمطار العريش في تصريحة إن الطائرة من دولة الإمارات العربية وتحمل عشرة أطنان من الأدوية والمستلزمات الطبية وأشار إلى أن 27 مصابا ومرافقا و99 فلسطينيا من حامل الإقامات في دولة الإمارات عادوا على متطائرة في رحلة عودتها إلى الإمارات ترجمة نانسي قنقر